حركة غير أخلاقية من كريستيان رونالدو لجمهير الهلال تصير ضجة واسعة في السعودية ومطالبات بإقافه رد النجم البرتغالي كريستيان رونالدو لعب نادي النصر السعودي بحركة غير أخلاقية على جمهير الهلال السعودي بعد نهاية المباراة اللي جمع بين فرقين وانتهت بفوص فرق الهلال وعقب نهاية المباراة قام أحد المشجعين برمي شال يحمل شعار نادي الهلال على كريستيان رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس والتقت رونالدو الشال وظهر وهو يواجه حركة خارجة إلى جماهير الهلال من خلال وضع الشال داخل الشورت قبل أن يلقيه على الأرض وأصار تصرف رونالدو ضجة كبيرة جدا في السعودية خلال الساعات اللي فاتت وظهر المطالبات كتير من جماهير نادي الهلال بتوقيع أقصى العقوبات على كريستانو رونالدو والجدير بالذكر أن نادي الهلال قد فاز بكأس موسم الرياض وذلك عقب تغلب على نادي النصر بهدفين دون رد والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد